تحت رعاية سامية من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أقام المجلس الأعلى للسؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة العدل والسؤون الإسلامية والأوقاف مساء يوم أمس حفلة إحياء ليلة القدر المباركة والحفلة الختامي لدورة السبعة والعشرين من جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم وتستقطب جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم سنويان العديد من فئات المجتمع وأبرزت الكثير من الموهوبين والقراء الجيدين تحضى جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم بالرعاية الملكية السامية على مدى سبعة وعشرين عاما عاكسة بذلك اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على خدمة كتاب الله تعالى ونشر تعاليمه وقيمه بين مختلف فئات المجتمع والعناية بحفاظ القرآن الكريم وحملته وطباعة المصحف الشريف هذه الجائزة تحظى بالرعاية الكريمة السامية السخية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم الذي يرعى شؤون القرآن الكريم ويرعى المشاريع والأنشطة وهذا الاحتفال المبارك الذي نحتفل فيه بالقراء والحفظة ممن فازوا في هذا الاحتفال الكبير ونحن نشكر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على اهتمام ورعاية لكتاب الله عز وجل وغيره من الأمور الأخرى التي تهم المسلم في هذا البلد تتمتع الجائزة بشراكة مجتمعية فعالة بين مختلف الجهات الحكومية والتي كان لها الدورة البارز في خدمة كتاب الله تعالى والعناية به حفظا وتلاوة وتعليما وعملا وتبني نوعية متميزة من حفظة كتاب الله وأعدادهم ليكونوا دعاة خير وعوامل إصلاح في مجتمعهم وأمتهم في هذه السنة الحمد لله كانوا المتسابقين في جميع الفروع كانوا على مستوى طيب وإن شاء الله نحن نأمل أن يكونوا كذلك أفضل من هذا المستوى الحمد لله ومنته شاركت في مسابقة البحرين الكبرى في هذه السنة الحمد لله شارك مسابقة من سنين بويلة وكل مرة يعني ألاحظ في تطور سواء من عدد مشاركين ومنجل التحكيم أو كتنظيم تستقطب جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم سنويا العديد من فئات المجتمع من بينهم طلبة المدارس وذوي الهمام ونزلاء دور الإصلاح والتأهل وتشجعهم على التسابق في ميادين الحفظ والتلاوات والتجويد وتبرز الكثير من الموهوبين والقراء الموجدين وتأهل العشرات لنيل مراكز عالمية متقدمة في المسابقات الدولية للقرآن الكريم إن الرعاية الملكية سامية لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم تأتي في إطار ما يليه جلالة الملك المعظم من حرص دائم على دعم الأنشطة والمسابقات القرآنية ورعايتها مساهمة بذلك في دور مملكة البحرين الرائد وحضورها المميز في خدمة القرآن الكريم وحفظته خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر